الأصل الثالث السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك ما النبيك عليه الصلاة والسلام تقول هو محمد عليه الصلاة والسلام تقول هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم من قريش وقريش من العرب وقريش من العرب العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام له من العمر ثلاث وستون سنة نعم أربعون قبل البعثة ثلاث وعشرون نبيا ورسولا هو نبي ورسول إلى من بعث إلى الثقالين الجن والإنس إلى جميع الخرب ما معنى هذا؟ أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر وإن لم يؤمنوا فهم كفار وخالفوا ما أمرهم به موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يدعو للتوحيد وينذر ويحذر من الشرك هذا الدين ولله الحمد كمل لابتداع في الدين ليس لنا إلا أن نتبع أن نتبع ولد في مكة صلاة والسلام وعش في مكة هاجر المدينة ومات ودفن به صلاة والسلام ومات ودفن بها صلاة والسلام ومات وعش في مكة صلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه there is no goodness except that he showed the nation upon it وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَى and there is no evil except that he warned us from it